أكد عضو المجلس السياسي لعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء مستعدة للحوار قائلا في تصريح إلى الميدين أن المباحثات متوقفة وصنعاء جاهزة لأي طارئ ولفت إلى أنه كلما وجدت الجهات المعادية أكثر في أي ساحة كان صيدها أسهل لازلنا نحن وهم نتحاور حول الجامب الإنساني الذي لن نقبل أن ندخل لا في الجامب العسكري ولا في السياسي إلا بعد الانتهاء منه لأننا نعتبر أن كل قضية وضعت في الجامب الإنساني تعتبر في حد ذاتها جريمة إنسانية وإرهاب للشعب اليمني وإستخدامها لتجويع أبناء الشعب اليمني هناك حديث أو سمعنا أن الصين تريد أن تدخل في الحوار أو في وضع حلول نحن لا نمانع من أي دولة تريد أن تدخل في هذا المضمار وأن يكون لها دور فاعل ومؤثر وحقيقي وأن تستطيع أن تأخذ الحقوق العادلة لأبناء الشعب اليمني من خلال الحوار أما من خلال السلاح فنحن قادرون بإذن الله تعالى من خلال ما نملكه من ترسانة وكلما نقف اليوم أو نتوقف عن المعركة لا يعني أن هناك توقف ونوم وإنما هناك إعداد لمرحلها القادمة الحوثي أكد أن الإعلام الوطني اليمني جرى سدافه في منشآته وكوادره البشرية أولا تم استهداف مباني واستهدافه في مبانيه وفي واقعه في الميدان أيضا تم استهداف الإعلاميين في الميدان بقص المباشر تم استبدال الأماكن التي تم استهدافها بأماكن أخرى ظلوا باستمرار ينقلوا الحدث وينقلوا الصورة المباشرة وهذا كان يعتبر انتصار وبإذن الله سيكون لهم دور أيضا في أن يكون هناك فلام توثيقية أو وثائقية عن الحرب لأن الحرب فيها فصول متعددة وفيها لقضاءة لن تظهر بعد وفيها مشاهد من الانتصارات الكبيرة والقوية التي لن تظهر بعد فيها أشياء كثيرة جدا من المظلومية التي أصابت الشعب اليمني من الاستهداف المباشر للمواطنين من الاستهداف المباشر للمنشآت الحيوية للمستشفيات للمدارس نحن بحاجة أيضا إلى أن تعود من جديد لننشر كل تلك القرائم وتلؤ ذلك الإرهاب الذي استهدف به الشعب اليمني واستهدفت بها الجمهورية اليمنية